نبقى دائما في نفس السياق متغيرات سياسية وأمنية تلك التي تشهدها الدول المشهورة للجزائر حتى متعليها واكبتها من حيث العمل الاستخباراتي وهو يتطلب حسب المحللين إعادة ترتيب البيت الداخلي وتسخير عمل المخابرات لهذه المهام دون غيرها وبالتالي ضمان حياة مدنية بالجزائر المزيد في تقرير سيد حمد تهديبل ووليد بوهراء التطورات الأمنية التي تشهدها دول الجوار جريمة منظمة تنظيمات إرهابية عوامل تهدد استقرار عن منطقة هي متغيرات سياسية وأمنية أصبح لزاما على الجزائر مواكبتها من حيث العمل الاستخباراتي ما يستدعي حسب المحللين تسخير عمل المخابرات لهذه المهام دون غيرها جهاز الاستعلام للإستخبارات الجزائرية الذي بلغ إلى مستوى رياد وقياد ويعترف به وبنجاعته دوليا يحتاج كذلك إلى أن يتماشى ويتأقلم على هذه التحولات لأن تكون له استراتيجية بعيدة المدى وأن يعمل وفق تلك الاستراتيجية إذن كل هذا يؤسس إلى عملية بناء التغييرات وإحداث إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم لهذا البيت تغييرت ضائرة الاستعلام والأمن التي سهمت في الحفاظ على الدولة وتطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى حسب بيان الرئاسة يرى الخبراء الأمنيون أنها تصب في خانة ترتيب البيت الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية الأمن مهمته أي تهديد للجزائر ومصالح الجزائر من أي مكان ومن أي طرف هما مهمتهم أنهما يعطلوها أو ينبهوا لكي الدولة تأخذ الاحتياطات الضرورية واللزمة لتحقيق الأمن ظروف أمنية غير مستقرة وعمل أمني جزائري استباقي لمكفحتها يضمن استقرارا داخليا لبداية حياة مدنية وممارسة الموطنة بمعناها الحقيقية بعيدا عن أي تداخل في المسؤوليات ترجمة نانسي قنقر